إذن لمناقشة ملف الاتفاق النووي الإيراني وتداعياته ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن محمد المذحجي المتخصص بشأن الإيراني أستاذ محمد مرحبا بكم قبل أيام من انتهاء المهلة التي أعلنتها طهران للوقف العمل بالاتفاق النووي فرنسا تدعوها لاحترام الاتفاق كيف تقرأ تهديدات إيران سواء برفع نسب التخصيب أو بوقف العمل بالاتفاق النووي تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين في البداية طبعا هذه التصريحات هي جزء من التوافقات السرية غير الرسمية بين إدارة بايدن وإيران لتأطير المشهد وصولا لتنفيذ الاتفاق طبعا هكذا توافقات واتفاقيات يتم في البداية مفاوضات سرية عنها وبعدها بالتدريج يتم إظهارها كما حصل مع الاتفاق النووي في عام 2015 إيران والولايات المتحدة كان لديهما أكثر من جولة مفاوضات سرية في سلطنة عمان ودول أخرى وحتى في الولايات المتحدة والآن عراقشي سفير إيران لدى الأمم المتحدة هو المفاوضة المباشر مع واشنطن حاليا وكذلك لوبي ناياك لوبي الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الولايات المتحدة يعمل على ذلك فهذه التصريحات والتصعيدات هي جزء من المشهد وحينما نشهد تصعيدا بين دولتين حول ملف ما هذا يعني تلك الدولتين أو هذين الدولتين يتفاوضان وهذا شيء طبيعي فإذن التصريحات الإيرانية والتصعيد الإيراني هو الجزء من مصاري المفاوضات وليس خارج المسار طيب سيد محمد موسكو تعلن بشكل واضح وصريح عن رغبتها بعودة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي هل نفهم من هذه الخطوة هي محاولة لتمرير الكرة إلى الرئيس بايدن أم نفهمها بأنها محاولة لإثناء إيران عن تهديداتها برفع نسب التخصي بالنسبة لموسكو ما يهم موسكو هو البقاء على هذه الطاولة وتريد أن تكون قريبة من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة وأي مفاوضات وتقارب بين إيران والولايات المتحدة يقلق الروس وهذا شيء طبيعي لأنه إيران تستغني عن الدعم الروسي أو الشراكة مع روسيا أو الصداقة مع روسيا فروسيا تحاول أن تكون قريبة من هذه المفاوضات حتى لا تختر إيران أو خسائرها في إيران تكون أقل أستاذ محمد سفير إيران لدى الأمم المتحدة صرح بأن الكرة في ملعب الولايات المتحدة بشأن الاتفاق النووي على ماذا تراهن إيران؟ يعني في الحال الحظ إيران تراهن على خل أنا أصفها من إدارة أوباما لأنه بايدن كان جزءا من إدارة أوباما والآن الوجوه التي نراها في هذه الأنباء وعلى شاشات التلفزيون يعني أكثر من 70% منها هي وجوه إدارة أوباما خاصة فيما يتعلق بملف إيران فالمشروع بالنسبة لإدارة أوباما أو بالشأن الإيراني هو مشروع إدارة بايدن هو مشروع أوباما ما يختلف كثيرا فإيران تراهن على دور جون كيري خلف الستار وأوباما نفسه من خلف الستار بأنه تستطيع أن تصل إلى صفقة أفضل بالنسبة إليها في هذا المشهد لكنه يجب أن ننتبه إلى أن الظروف في منطقتنا قد تغيرت وأدروا إيران في المنطقة باتت أضعف ويعني أي جهة تريد أن تفاوض إيران خاصة الديمقراطيين أو إدارة حالية هي تريد أن تراهن على هذه الميليشيات لتكون ضراعا لها لتستفز المنطقة وتبتز المنطقة وتجني ما تريد أن تجنيه في المنطقة فهذه المفاوضات بالنسبة لإيران ستكون صعبة أو أصعب مما كانت عليه سابقا مع إدارة أوباما وإيران الآن تحاول من خلال هذا التصعيد بأنها ترفع نصب التخصيب أو أنها ستخرج من أو ستنسحب من الاتفاق النووي أن تعزز مكانتها على طاولة المفاوضات السرية الدائرة حاليا أو الجارية حاليا حتى تأخذ انتيازات أكبر من الجانب الآخر هل أنت مع الرأي القائل بأن الولايات المتحدة ستعود للاتفاق النووي هل أنت مع هذا الرأي؟ يعني لا محالة إدارة بايدن أو الديمقراطيون سيعودون للاتفاق النووي لأن أجندة من يدعم هؤلاء داخل الولايات المتحدة وهنا تحديدا تحدث عن الاتحاد الأوروبي والصين ودو بايدن معروف بأنه يمين للصين أو الصين تدعمه أو البعض يصفه بأنه دمية الصين هذه التوصيفات اللاردة خوضها في شكل عام مصالح الصين ومصالح الاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي تعتمد على دور إيراني كبير كما شاهدناه خلال فترة قبل الثورة 1979 فهم يريدون أن تكون إيران في تلك المكانة لكن بأذرع مختلفة بأسباب بوسائل مختلفة ألا وهي الميليشيات في المنطقة والأذرع الإرهابية لإيران من لندن محمد المذحجي المتخصص بشأن الإيراني شكرا جزيلا لكم